ليه الأهلي مكانش كويس أولاً الأهلي بيلعب كل 3 أيام مباراة مباراة في الدوري مباراة في أفريقي مباراة في الدوري مباراة في أفريقي مهما أنت تكون عندك لعيبة ومهما تكون عندك لعيبة عدد كبير ومش عارف إيه لكن بتتأثر يا جماعة الأهلي نادي كبير نادي يعني بطل أفريقي بيلعب كاس عالم للأندية لازم يبقى فيه مش حاجز أقول تضحيات لازم يبقى فيه حاجات هي ضريبة أنا عايز أقول مش تضحية هي ضريبة الأهلي بيتفحها عشان هو الأهلي بطل عشان الأهلي بطل أفريقي عشان بيلعب كاس عالم للأندية عشان بيلعب سوبر أفريقي هي ضريبة والأهلي عنده ما شاء الله لعبة كتير ولكن برضا عشان ما نتحكش على بعض لما بيكون فيه 3-4 يعني 3-4 مطشاط في في وقت ودايق الوقت دايق ما بينهم طبعا الأهلي بيتأثر أو أداي الفريق بتأثر وده لانا بقوله يعني ما نتحكش على بعض كلنا شايفين كلنا شايفين سواء أنصار الأهلي أو المنافسين أو المحيدين كلنا شايفين إن الشكل ده مفوش مساندة النادي الأهلي بيحاول يعمل عليه وارجع تاني أقول مفيش حل تاني غير نك ترجع تستلهم من نفسك مكامل القوة زي ما عملت في كاس العالم لاندية وربنا وفقك وربنا بإذن الله حيوفقك لكن يا جماعة هو مش عبني ساند النادي بتاعنا اللي موصلني وموصل كل مصري إن الناس تكلم عليه وعلى عالميتها وعلى مكانتها ده حق هذا النادي عليكم وحق الزمالك إن يكون أهم نادي في أفريقيا بعد الأهلي بحكم التاريخ وبحكم الإنجازات ويلقى هذه المساندة ومن حق بيرامدز والمصري أو السموحة أو الأندية اللي بتشارك أن تلقى مساندة لكن هذا حق مش تفضل لإن ده في الآخر مرضوده على مكانة الكرة المصرية ترجمة نانسي قنقر